السلام عليكم لو عندنا مواعيد عايزين نبدأ نسجلها او عندنا مثلا لقاء فعايزين نفكر بعدنا باللقاء دوت ممكن نستخدم من Outlook في جزء خاص بالكالندر تمام جنب الاميليات تقدر تجي هنا مثلا تقول احنا يوم مثلا سبعتاشر مسلا تمام عندنا في appointment او meeting وبتبدأ تبعت ايميل للناس تشوف مين مين المفروض يحضر فتقدر تكتب ايميلاتهم الموضوع بتاع المقابلة ده هيبقى ايه مسلا مسلا نقول انت خلوم المدير بتاعكو طيب هيبدأ الساعة كم وهنتي الساعة كم تمام بحيس ان احنا بعرفين مثلا هنبدأ يوم كزا وانتي هنبدأ مثلا الساعة تمانية هنخلص مثلا التسعة عشرة ال reminder قبلها مثلا بدي ايه تمام وفي الفترة دي هيبقى لو حد يجي بص على الشغل بتاعك هيقول له لا ده الراجل ده مشغول دلوقتي تمام تقدر تيجي هنا تقول له احنا هيبقى كل كل اسبوع او كل شهر مسلا او كل المرة في السنة تمام او هو بس يعني هيبدأ يقول لك مسلا نخليها مسلا اربعة واثنين مسلا تمام يبقى عندنا الاربعة واثنين هيبدأ يجيب لي ان فيه meeting في اليوم دوت تمام ال location هيبقى اللقاء ده موجود فين وبقى كده تقول له send يبقى كده خلاص اللقاء ده اا هو بيقول لي do you want to send the message request without a location اه ابعت مش مهم ال location طيب ما عندناش غير هو meeting room time فيه طيب لو انت عايز تعدل بدوس مرتين بيقولك عايز تعدل دي بس ولا عايز تعدل الايام اللي جاء كلها just in time يبقى ممكن تدخل على اليوم دوت ممكن تقول لا اخوانا النهاردة هنكنسل ونهاردة هخلي الساعة عشرة فتقدر وتعدل اليوم دوت تمام لو انت عايز ممكن تكنسل اليوم دوت وطيبعت لهم رسالة وانا ما فيش لقاء النهاردة ممكن زي انطير سيريس الايام كلها هنغير مسلا معدل اللقاء المدير جاء النهاردة فهنقول ايه انها بنحتفل بالمدير وحيزا كده وتقدر تيجي هنا تروح معدل تقول لا احنا خلاص بش تبقى اتنين واربعة هيبقى حد وخميس مسلا وطيبعت لهم بقى ايه قضيت دي لس كلها انها خلاص احنا عدلنا بقى اتحد وخميس بدل الاتنين واربعة اشتركوا في القناة